نبدأ دراتي نتكلم على الارتفاكس اللي تظهر لنا في الـ ECG أول واحد يعني بيطلع لنا هو الـ Electric Field Artifacts الـ Electric Field Coupling Basically لو أنا عندي Power Lines يعني هو ده Basically النسبة من تتكلم على Electric Fields عادة بتاعني الـ Interference اللي جاينا من الـ Power Lines الـ Power Lines Basically ممكن أتخيل أن أنا لو فيه أي سلك ماشي فيه AC عمتا الـ Patient Conductor والـ Silk نفسه Conductor فبيحصل بينهم يبقى فيه Stray Capacitance بين الـ 2 بتسمح لأن الـ Patient كله يبقى Basically عليه نويز بتبقى عبارة عن حاجة جايالي من الـ Signal Signal جايالي من الـ Power Lines المشكلة في الـ Signal دي نتيجة أن هي الـ Patient كله Conductive يعني هو Basically أي Signal في أي نقطة بتبقى وصلة لكل النقط نفس السيجنال هي هي بتبقى دخلة على يعني دخلة على الـ Right على الـ Left Arm وعلى الـ Right Arm وعلى الـ Left Foot أوكي فالمشكلة هنا إن إحنا يعني لو فيه عندنا Embedance Mismatch لو فيه عندي مثلا الأول نقص Z1 مثلا وZ2 مختلفين عن بعض هلاقي إن التدي بقى فيه هنا Potential Difference بين الـ 2 دول والـ Potential Difference بيعتمد على السيجنال اللي هي الإلكتريك فيه السيجنال اللي موجود عندي في الـ Patient فبالتالي يعني ممكن تعملي interference على الـ ECG signal النهائي لما بنتكلم على Common Mode Voltages بنتكلم على Voltages يعني في حدود مثلا 100 ميلي فولت 100 ميلي فولت بالنسبة الـ ECG signal اللي هي الماكس من بتاعها بيبقى 5 ميلي فولت بتبقى طبعا Dominating يعني بتبقى صعب جدا إن أنا أعملها Ignoring فبالتالي نتكلم على إن إحنا لازم يعني مهم جدا إن إحنا نعمل Balancing للـ Electrode Contacts اللي هي اللي موجودة هنا دي اللي إحنا زي ما شفنا في الدايرة بتاعة الـ Front End ممكن نعملها من خلال إن إحنا نعمل شوية adjustments في الـ Amplifier بحيث إن إحنا نعوض الفرقات اللي موجودة عندنا هنا في الـ Electrode Impedances فباسيكلي عشان نميلي مايز النوع ده من الـ Artifacts نستعمل High Amplifier Input Impedance لو أنا عندي هنا الـ Amplifier اللي هو الـ Differential Amplifier هنا الـ Impedance بتاعته فاردا Infinity Infinity معنى كده أنا تقريبا مش بسحب Current هنا لما بسحبش Current هنا يبقى معنى كده فعليا الـ Voltage الموجود هنا والـ Voltage الموجود هنا يعني هما زي ما هما يفضلوا موجودين يعني لو عندي هنا الـ Voltage هو بتاع الـ Electric Field هنا وهنا هيبقى باسيكلي هو ده زي ده بالظبط فلما أدخله على الـ Differential Amplifier اللي هو الـ Instrumentation Amplifier هلاقي إن هيكبر الفرق اللي بينهم اللي هو صفر فده مهم جدا طبعا عشان يعمل لي الموضوع وفي نفس الوقت لازم طبعا وأنا بركب الـ Electrode لازم أركب الـ Electrode with Care علشان يبقوا ماتش مع بعض عشان ما يبقاش فيه يعني مسماتش جايلي من الـ Electrode ده Applied بشكله ده Applied بشكل تاني وطبعا لازم يكون نوعهم واحد علشان ما يبقاش فيه أي مسماتش بينهم فلو عملنا الحاجتين دول الحقيقة غالبا بيبقى ممكن نعمل Minimization Electric Field Artifacts جميلات لقد قمت بصحبه as traits من نعمل انتنام بصبح حج Boys من keeper حلي Julia من أخرين وقت يكون حل Про acho موسي apart من النعمول سلح النعمل من انتنامي لم Merry نعمل سليح سليح